موسيقى اهلا بكم متابعا في استفير رجعنا لكم في لقاء الشيط لقاءنا اليوم احنا كنتواجدو في حد البيت ديالو حد سيدة مرأة بمية راجل معنا اليوم حنان تشلخ هي منظمة حفلات احنا عارفنا ان هذه المهنة كانت حكرة على الرجال فقط ولكن الان نرى الكثير من الناس الذين يدخلوا في هذا الميدان ويقوموا في هذا الميدان اليوم مثال حنان اهلا سيدة حنان سيدة حنان في الاول سيدة تشتغل في هذا الميدان اول شيء يقول ماذا لا يوجد صعب لا يوجد شيء مهنة بصفة عامة التي ستكون سهلة انكذب عليك هو صعب يأخذ من ويأخذ من ميدان التي تكون مسترسية فيه 24 ساعة إلى 24 ساعة من الذي تقبطي لك حتى تكملها كيف تدخلتي لهذا الميدان؟ انا الميدان انا هواية اطبخ بصفة عامة هواية منصر كان يريد أن نجرب ونطبخ بصفة عامة بحكم أنني كنت أقوم بالطبخ يعني كنت أعلم النساء الطياب لديك شيء جديد التقليدي المبتدئات كيف ممكن ملقيت رأسي بأنني كي يأخذون لكوموند كنت أقوم بطريقة عادية كنت أخذ لكوموند ونطبخ بصفة المسألة حتى يتفادل التجاه التقليد وبنسبة للتقليد نحن نعرف أننا كانت الجائحة والأزمة الكورونا من المجالات التي توقف العمل فيهم هم المناسبات وبالتالي حتى العمل التقليد لم يتمكن وفي الكثير من التقليد الذين اشتكوا أننا لم يتمكن لدينا الدخل وأننا عانينا لم يتمكن لدينا حتى لكي نخلصوا الناس الذين يعملون معنا فحكونا على تجربة لك في هذه الفترة الكورونا وحتى لدابة حتى الآن ستكون مضطرة لأن في الفترة الجائحة الكورونا ستكون الأسامي المعروفة ضروا من الكبير حتى الصغير لا نقول أننا يستطيع التوالم مع الجائحة لماذا؟ لأنها استمرت طويلة وحتى بدنا نحاول نحاول دائما المجال التي تحبس هو التواصل لا يجب أن تجمع يعني تكتبدا كنت تقول أنها تتحبس وكتحبس لدينا من المشاركة من المشاركة من المشاركة من المشاركة من المشاركة وكتبدا فعلا كان الناس التي تجدوا المحلات لتصبح كارين صعيد وفي نسبة لك نحن في الصيف وضروري يأتي المناسبات لأن المناسبات تريد تجمع العائلة وكتبدا 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 لتحبس وكتبدا لتحبس لتحبس وكتبدا كيف كان الإقبال في هذه وكتبدا ماذا كان يتحب في تحب من شهر 5 6 وكتبدا رمضان سنزل وكتبدا الأمور تتحرك خصوصا لتدخل الجالية المغربية إلى بعض حفلات وكتبدا تزيد الهوليد وكتبدا يجب يفرح ويقلب على أي مناسبة لتجمع مع العائلة الأغلبية كما قلت سترتاح وكتبدا تقلب على حد وينظم لها المناسبة وكتبدا يجب أننا في المغرب يجب أغلب نحن أي أخير أخير نحن وكتبدا إلى اقتراحات للناس وكتبدا وكتبدا كيف تنتظر أمور تتفاق بين المناسبة كيف تنتظر لا يمكن أن تقترحها للناس. دائما يكون هو إما حضر في مناسبة وعجبته شيئاً. عنده شيئاً يتبلي بأنها هي التي ساوية كما نقول. أنت تقدمي أفكار ولكن يبقى الرأي الأول والآخر كما نقول. أنت دائما توري الصور والأفكار. شنو الجديد وشنو الحويج الذي سيكون. ستكون غير مناسبة وعارف الناس الذين لا يأكلونها أو يريدونها. وكما يأتي من دائما يقول لك أعطيني ما لديك. وشنو الجديد هذا؟ نحن حالياً ليس الجديد. نحن حالياً القديم. رجعنا لكل ما هو قديم. يعني رجعنا لك شير دائما تقليدي؟ المخزاة التقليدي هو اللي رجعنا لي. سواف تقديم دي الأطباق. سواف الأطباق راح نظوره تانعية. راح القديم هو الأصل. نبدعو كقدما بدعنا. راح كيبقى الأصل هو القديم. يعني الحبيجات اللي كانوا قدام رجعنا لي. اللي كانوا قدام هو مثل؟ بحل دابا مثلاً الدجاج بالدغميرة. الناس كيطلبوا الدجاج البلدي. كما قلونا هنا. هي اللي كانت تطلب. كيبغيوا بسطيلة مخزانية. رجعوا للصفة. يعني كيبغي صفة مع اللحم أو صفة مع الجاج. بحل في الحلوى. يعني واحد المدة طويلة اللي كان محتاكرها. لقاتوا بخيستيج. حالياً دابا رجعوا للحلوى التقليدية. بالطريقة البخيزونتاسيون ديالها التقليدية اللي كانت في الزمانية ديال الجبانة. يعني هاد الشي كله. احتفت حليات وليه غلاس. يعني كنا جي كان ديروا الغلاس. دابا رجعنا المحنشة. رجعنا الحلوى الرغيفة. رجعنا الجهارة. يعني حويجات اللي كانت زمان. هي اللي رجعنا لها دابا. ولكن هنك اللحظوا بأن هادو كي حويجة ديال الزمان. ولكن دابا دخلتوا اليوم شي لمسات عصريا. ضروري. حيث كي اللي باغي شي حويج لهم بالدين. ولكن يكونوا بواحد الامثال اللي هي عصرية. فان شاء الله هاد الشي اللي غا نشوفه دابا. غا نتاقلوا الجزء الثاني. غا نتاقلوا الناس كيفاش تقديم. ديال هاد طابلات ديال اللي كيشوفوهما في العرس. مرحبا. يلقى واجده في كيفاش مجهودات اللي كتبال. لكتكون فعلا. باش تقدمني هم ديال طابلات هادك الصورة اللي كيشوفوهما. مرحبا مرحبا على الرسولين.